السلام عليكم ازيوك يا شباب والاكبار يا رب دايما تكونوا بخير ريلمي فايت برو نزل ولسه ريلمي سري برو ما تمش سوء حتى على الاقل ست شهور يعني احنا كالريلمي سي برو ده طب يعني نرميه يعني ولا نشوي عليه دوره ولا نعمل ايه بالظبط انا هقول لك كل حاجة في الفيديو ده بس انا لسه راجع وحاولت اعملك الفيديو ده عشان تستفيد منه وتقدر تكرر اذا كنت هبيع ريلمي سري برو بتاعك ولا لا فما تنساش بقى اللايك بتاعك الجميل كده عشان الفيديو ده يقدر يوصل لأكبر عدد من الناس وبكتبلي كومنت انت مش بخير انا محمد طايل يلا بينا يلا بينا اكتر حاجة بقى ريلمي كانت بتحاول تسوق لها في التسريبات بتاعتها الاربع كاميرات وفعلا تم الاعلان في المؤتمر عن تليفون ريلمي فايف برو اللي بييجي باربع كاميرات ودي اكبر نقطة تجيير تعتبر بين الريلمي فايف برو والريلمي سري برو خلونا بقى مع بعض نعرف السيطة بتاعها بييجي ازاي اول حاجة السيطة بصعب هنا بييجي اللي هو الكاميرتين العاديين خالص الكاميرا الاولة تيجي 48 ميجا بيكسل فاتحة على ساقف 1.8 وهنا دي صورها تقريبا نفس الصور الريلمي سري برو بالزبط ما تقايرتش التفاصيل ما زالتشها كويسة والحدة فيها حلوة زي ما انتو شايفين ولكن هنا ال 48 ميجا بيكسل مش فعلية هي دي بتعتبر بتستخدم خصية البيكسل بيننج اللي هي تعتبر 12 ميجا بيكسل بتضربهم فاربع عشان ييدوك ال 48 ميجا بيكسل ولكن الكاميرا التانية هي دي الكاميرات نفس الصورة بالأديين برضو اللي هي كاميرا تلعزل 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.4 وطبيعي كل اللي حتة العزل حتى في العزل حتى في الريلمي سري في الريلمي سري برو في الرلمي 2 في الرلمي 2 برو في السى 1 في السى 2 العزل في رلمي من اول ما نزلت لحد النهاردة لحد الفى برو مفيش فيها اي مشاكل اطلاق. رالي الجديد بقى يا رلمي يعني احنا نرى رلمي سرير لي ايه؟ يعني ايه جديد؟ الجديد العدستين اللى تحطوا هنا. العدسة الجديدة هنا ال8 ميجا بيكسل اللى هي العدسة العريضة بتيجى بفتحة عدسة F2 بين 2. العدسة العريضة هنا طبعا انا من خلال الصور اللي انا شفتها واللي انتم بتشوفها قدامكم هي عدسة عريضة وبتطلع صور كويسة جدا طول ما انت في اضاءة نقار او في اضاءة شمس قوية او حتى في اضاءات صناعية بس تكون قوية فزي ما انتم شايفين برضو في ملحوظة بس كده صغيرة راحستان من خلال الصور اللي بتتعارد دي ان الريلمي سريبرو هو اه جايب عدسة عريضة ولكن مش اوسع عدسة موجودة في التلفونات مازالت برضو عندنا في بعض الشركات القليلة اللي بتقدم عدسة ويد انجل بتاعتها عريضة جدا ولكن مرضو مازالت كويسة قوي وده يعتبر اول اختلاف في الكاميرات تاني اختلاف وهي العدسة التانية وده عدسة الماكرو اللي انت تقدر تاخد بها الصور تعتبر ماكرو صغيرة لاي حاجة موجودة قدامك وده بتيجي 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.4 العدسة دي طبعا يعني خلونا يكون صريح معاكم بقى انت مش هتستفيد فيها الا في حالة واحدة بس للتصوير والحالة دي هي عبارة ان انت تطلع تصور في ضوء شمس قوي جدا وبالنهار وتقدر تكون حاطة الموبايل بتاعك على ترايبوت او مثبت ايدك جامد قوي عشان تقدر تاخد صورة ماكرو او للشيء اللي موجود قدامك بالعدسة 2 ميجا بيكسل اللي تعتبر قليلة وده الطبيعي في كل التلفونات اللي نزل فيها عدسات ماكرو كانت هي دي تعتبر العدسة الستاندرد او الاساسية بالنسبة بقى للكاميرا الامامية الكاميرا الامامية هنا بقت 16 ميجا بيكسل يعني تعتبر قلت ولكن بفاتحة عدسة F2.0 طب ليه بقى طب هتلع صور عاملة ازاي من خلال برضو الصور انا شفتها الصور بتاعتها كويسة بل بالعكس في بعض التحسينات تمت عليها زي الديناميك رينج بقى احسن شوية وكمان حدة التفاصيل اللي موجودة جوه الصورة بقت احسن بكتير عن الاول طيب دي لسه محتاجة تجربة او محتاجة تجربة ومحتاجة مقارنة مع الريلمي سري برو وكل ده هتشوفوه ان شاء الله في الفترة اللي جاية فعلزم تشترك في القناة وتفعل زر الجرس بالنسبة بقى للاداء فاكرين اول ما ريلمي نزلت ريلمي نزلت بجهاز تمانية جيجا رام وهو الريلمي 2 برو واعتبر نفس القصة ريلمي هنا هتكررها من ناحية المعالج يعني عشان يكون صريح لعيك مفيش اي تغيير الفرق بين السبعمائة وعشرة والسبعمائة واثناثر زي الاثنين اخوات بالزبط اللي هم يعتبر توقع متشابه جدا وواحد تطلع له حسنا هنا ما تفهمش ليه بس انت اقول ما تبصرهم تفتكر ان الاثنين واحد وده اللي بيحصل في الطبيعي يعتبر الفرق اللي بينهم سرعات محدودة جدا يا كاد يكون اصلا يعني توصل لعشرة في المية بالعافية وانت لو مستخدم بتستعمل كل جهاز لواحده مش هتحس بفرق ولما تحط برضو الجهازين قدام بعض برضو مش هتحس بفرق خالص الا بسيط جدا وتكاد تكون اصلا مش هتحس بيه ولا حتى فتح التطبقات ولكن السيل هنا المعالج السبعمائة واثناثر تردده اعلى شوية من السبعمائة وعشرة ولكن الجديد هنا ان الريلمي فايف رو بقى بيجي بزاكرة مية تمانية وعشرين جيجا ومعها رامات تمانية جيجا واعتقد ان النسخة دي هتكون موجودة في مصر عشان تقدر تعمل ريلمي عليها منافسة قوية جدا البطارية هنا بقى تعتبر هي دي اللي حصل عليها تغيير كويس جدا البطارية هنا مزالت الرقم بتاعها مش عالي تعتبر 4035 ميلي أمبير ولكن التحديث اللي تحط عليها انه اخيرا بقى فيه طايف سي يعني احنا اقول من نزل ريلمي سي برو كنا كلنا بنقول كويس جدا انه نزل بفوكس ري ولكن هنا برضو الفايف برو نازل بفوكس ري ولكن مع طايف سي ودي حاجة يعني تعتبر تلهير مرحف فيه مش حاجة وحشة اخر حاجة بقى انا حابب ان انا اتكلم مع عليكم وهي التصميم التصميم هنا انا يعني مش عالف يعني ما معرفش انا ما حسيتش باي تلهير خالص من قدام اول ما شفت الشكل من قدام بالوتر دروب نوتش بتاعتها نفس الموجودة في الريلمي سي برو فما فيش اي تلهير اطلاقا حصل على الفايف برو النهائي يعني ما فيش جر من ورا بس بقى لشكل حرف الاس او اللي كان بينور في الريلمي سي برو خلاص هنا دلوقتي بقى فيه عبارة عن تضلعات بسيطة كده موجودة ولكن من زي سي تو يعني هي مش بارزة زي الظهر بتاع السي تو اللي احنا شفناها اذا كان الاسود او الازرق اللي عرضناه منها في القناة لا تركتش عن مراجعة لها في الاي اللي فوق او في اللينك اللي تحت ولكن فعلا التضلعات اللي هنا تعتبر هي مرسومة تحت البولي كاربونت اللي معمول منه الجهاز يعني مش هتلاقيها بارزة زي سي تو خالص فالديزاين ما تغيرش فيه اي حاج خالص جينا بقى للسؤال المهم هل اغير من ريلمي سري برو وانزل ابيعه او اخسر فيه بالسبعمائة والتمنمئة جنيه دلوقتي وستمئة جنيه كمان ولا استنى وما بيعش وازور على جهازه قبل ما لازم اقولك كده لازم تعرف سعر الريلمي فاي برو النسخة الاساسية اللي لها الاربعة اربعة وستين هي ستنزل بعد الجمارك و langeت حدقها كلها تنزل بحوالي 3600-3700 جنيه يعني تقريبا تبقى في سعر النسخة الاربعة اربعة وستين من الريلمي سري برو ولكن النسكات اللي انا مaponما ارتقاءها موجودة في مصر هي نسخة الاربعة اربعة اربعة وستين والنسخة التمانية مئة تمانية وعشرين جيجاب دول النسقتين اللي ان شاء الله ها يكونوا متوفيرين في مصر ولكن اتسالكم من الكامله ده توفير انا التااصل لا هو الكاميرات ومش كل الكاميرات ده العدستين العدسة العريضة والعدسة الماكرو فانت لها تقسر من أول 600 لحد 800 جنيه ده متوقع الخسارة في الجهاز النهاردة عشان بس مجرد تاخد عدسة عريضة وعدسة تعتبر ماكرو اه هي عدسات كويسة وتطوير حلو في الكاميرات ولكن مش الفرق الكبير يعني دول عدستين بس يا معلم يعني الكاميرا السيئة مازالت بتطلع نفس الصور بتطلعها السري برو فانت لو لسه معاك ريلمي سري برو اوعى تتصلع وتسمع كلام من الناس وكلام التجار وروح بيع لأ خلي معاك الجهاز واقعد به لان تقريبا عمال ما انزل فايف برو قدامه من شهرين لتلات شهور فحرام ان انت تقسر في الجهاز لكن لو انت لسه هتقبل ولسه هتروح تشتري ريلمي سري برو لأ ما تشتريش وصبر الريلمي فايف برو دي طبعا ما كانتش كل حاجة دكات انتباعات كده اولية لسه في مراجعة كاملة ومراجعات بعد شهور من الاستجدام ومقارنة بين الجهازين فانت لو مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس وانزل قول لي تحت رأيك هالريلمي فعلا ان استعجلت في اطلاق الفايف برو ولا انت شايفها حاجة كويسة عشان تقدر تنافس التليندات اللي هي نزل بالكاميراتين وبالتلاتة كان معكم محمد طايل اشتركوا في رعاية الله سلام عليكم اشتركوا في القناة